الهلوب يبحث مع السلطان الملفات العليقة للسجناء السياسيين ويشدد على أن يأخذ المرور دوره في انفاذ القانون ومحاسبة المقصرين السوداني يرحب بمؤتمر المسيحيين العالمي في العراق وبرلمانيون يؤكدون انشغاله بالبرنامج الحكومي أكثر من صراع النفوذ الشيعي حملة ردمي بحيرات الأسماك متواصلة من صلاح الدين إلى بابل وأوامر قبض وتحذيرات للطلبة من ظاهرة بيع البحوث والأطاريح العلمية خبراء دوليون يحذرون من الغفلة الاستخبارية ضد داعش ومن التجميل إلى السباكة المهارة الإيرانية تغزو السوق العراقية من عنوي نشر إلى تفاصيلها والبداية من تكريت أهلا بكم حيث استقبل محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب رئيس مؤسسة السوجناء الدكتور حسين السلطاني وبحث معه عدد من ملفات العالقة والمشكلات التي يعاني منها مراجع المؤسسة وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه العاملين فيها وتدليل الصعاب أمام حركة وسير المعاملات العالقة من أجل تقديم الخدمة لشريحة السوجناء وأكد المحافظ على ضرورة شمول شريحة السوجناء السياسيين بكافة الحقوق والإسراع في استلام المعاملات منهم وإنجازها تقديرا لكل التضحيات التي قدموها بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تشرفنا بزيارة محافظة صلح هندي وكان اللقاء مع السيد المحافظ ونشكر سيدة المحافظ على استقباله وعلى ترحابه واضطرحنا موضوع أكثر من موضوع في الحقيقة يخص موضوع السجناء السياسي الموضوع الأول يرتبط في موضوع الأراضي وموضوع السكن بشكل عامل السجناء وأيضا موضوع إنشاء مقر لمديرية سجناء صلاح الدين وكذلك بعض الأشياء المرتبطة بالجانب الإداء الحقيقة اللي كانت تجاوب طيب وأوعى لسيد المحافظ أن يضع أولوية واهتمام خاص لموضوع السجناء بعتبارهم أنه من الشراح المضحية من جهة وأعمارهم أيضا معدل أعمارهم الآن تعدل ستين وإنهم قانون أيضا في هذا المجال بشكل عام وضعنا في صلاح الدين طيب أنا باعتقال إذا الله وفق وتعاونت المؤسسة والمحافظة نقدر نتجاوز هذه الإشكالات اليسيرة على مدى قصيرة إن شاء الله أنا أقدم جزيلا شكري وتقديري وتنائي لسيد المحافظة على تعاونة وفي الحقيقة هو مسؤولية المحافظة يعني التأمين متطلبات وحقوق السجناء هي مسؤولية المحافظة قبل ما تكون مسؤوليتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لأداء مسؤولياتنا على أكمل وجه إن شاء الله طبعا إحنا كل المطالب اليوم اللي تقدم بها يعني معالي رئيس مؤسس تلسجناء السياسيين خصوص قطع الأراضي أو بناية المقر الخاص بهم في مركز المحافظة أو حتى تأهيل المقر الحالي كلها هي ضمن إمكانية المحافظة واتفقنا يعني مع الدكتور يكون هناك كتب رسمية وجه المحافظة يكون هناك يعني أولويات بالنسبة لهم بالنسبة لتقسيس الأراضي وأيضا تعاون في مجال تنفيذ الدائرة راح يكون هناك كوادر هندسية من المؤسسة يعني تعمل مع المحافظة إن شاء الله بعد إدراج حالة مشروع بناية المؤسسة للسجناء يعني يعملون مع المحافظة في تشهيد هذه البناية شكرا وبعد تصاعد نسبة الحوادث التي تشهدها طرق المحافظة وعدم الالتزام بعض السائقين بالإشارات وقواعد السير التقى محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب بمدير مرور المحافظة العميد أحمد صالح رودان الجبوري وعدد من ضباط المديرية بحضور معاون المحافظة الفنية ومديري البلديات والطرق والجسور والمستشار الفني للمحافظة وبحث العديد من القضايا التي تخص الحركة المرورية وأبرز إجراءاتها وخططها الهادفة ومن بينها السعي للحد من الحوادث المرورية وملاحقة جميع المخالفين ومحاسبتهم وفق القانونة وأكد المحافظ على أهمية رجال المرور في المحافظة لما لهم من دور كبير وفعال في تنظيم حركة المواطنين في الشوارع كافة وارتباط حياة العديد من المواطنين بدقة عملهم وإتقانهم للمهام الموكلة إليهم مضيفا وهذا ما يتطلب مننا جميعا إسناد هذا المرثق الحيوي مؤجد الجهة التألف فنية لبناء وتأهيل قواطع المرور في أغضية المحافظة وفي ملف قريب من الانضباط والتوجيه طالب أصحاب المخال في سوق تكريد قائد شرطة صلاح الدين عودة دوريات الشرطة الثابتة في السوق وذلك بعد حصول مشاجرات بالآلات الحادة وتكرار حوادث الحرائق مبينين أن وجود دورية للشرطة يبعث الأمانة في نفوس التوجار من خلال الإطمئنان على محالها من السرقات أو أي حدث طالب عدنا مناشدة من خلال قناتكم موقرة إلى قائد شرطة صلاح الدين وإلى الأجهزة الأمنية وكل من يهمها الأمر نطالب بتوفير دورية أو نقطة شرطة في نهاية شارع الباشا أو أي مدخل سوق المخضر لكونها نقطة مهمة ورئيسية حفاظا على الأمن المنطقة من أي مشاكل وأي إشكالات أخرى مثل ما نشوف نقطة الشرطة في هذا المكان مدخل سوق المخضر أو سوق الجملة مهم مهم لأنه سوق جملة ويحدث فيه بعض المشاكل كمشاجرة وكنوع من السرقات ومشاجرات كما لاحظنا اليوم صباحا بسوق القصاصي حدثت مشاجرة ومشاجرة جدا قوية استخدمت فيها السيشاتشين وتم نقل جرحة المستشفى وماكو أي عنصر أمني واستنجدوا المحلات بدورية الشرطة وماكو أحد بالدورية الاستحبات صار لها يومي العالم قاعد تتكاون ويجون على الدورية يفضوها ابن أختي ما يصير لازم هنا بالليل قبور هنا لما هم قبور هنا زين والله من العشرة ما يشوف أحد هنا إيهادة خلف الله عليهم من نصير مشكلة هم يجون وفضوها دورية ثابتة الدورية ثابتة حلوة لأنو شغلتهم هنا حلوة يعني يجون هنا يفترون يطرون إحنا نريد نطالب تيجي الدورية نشكر القائد يجي بالنا دورية دورية مو بس أمان عندنا المشاكل تفض إيدي تصير كونة صير شيء والأمان إحنا أنا أجي بتلاثة بالأربعة ألقي الدورية مأمناني هس صارنا ثلاثة يام ماكو دورية ونشكر القائد يجيب لنا دورية أو الشرطة المحلية أو أي دورية نطالب يجيبو لنا دورية هنا لأن صار ثلاثة يام ماكو والسوق إيس أمان يعني من موجودة دورية إنت تروح وتيجي نفسه نطلب مننا القائد أن الدورية يجيب لنا إياهنا ثابتة أبو المخضر أبو القصاب أبو الفقير العمال اليوم صارت مشكلة والجملة أهل الغدائية نحن نخاف يعني الساعة بالثمانية بالليل الوضع هنا يصي الظلمة بس من شانة الدورية نظل هنا لأثناثة بالليل عدنا الدورية وعدنا رقمة بس نقول له ألو يجينا بساعة نطالب الدورية تظل هنا أي مشكلة يعني كل شي حتى بالأربعة صباح لدينا الدبح وهنا نجي هنا يجون يامنا يعاونونا واللي يحتاجون يرجعون يعرفون يعني السوق المخضر الغدائية حتى ما ننزل اللي تفتح الدنيا تنزل خاف ننزل ونتوقع بمصيبة بروسنا صحيح لو تقول يعني احنا نريد لأننا القائل يجب لنا دورية هنا ثابتة وردا على الشكاوى الواصلة بخصوص المياه من منطقتين الرصاص والضلوعية بيّن مدير مأس الله الدين محمد محمود نشح المياه في عمود نهر دجلة أثر بشكل سلبي على مجمعات المياه في المنطقتين وأدى إلى تراجع الزراعة والثروة الحيوانية وأكد محمودا الماء المنتج في قضاء سامراء لا يكفي الأهالي ما سيضطرهم لنظام المراشن بين الأحياء لحين زيادة الإطلاقات على دجلة وارتفاع منسوبة مؤكدا أن التذبذب المياه بالنسبة لمنطقة الديوم بتكريته يعود إلى الانقطاع والتذبذب بالتيار الكهربائية وأكد أن الحكومة المحلية ستتخذ كل الإجراءات من أجل فك الأزمة بشكل كبير وعاجل بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص الشكاوى الواردة إلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منطقة الرصاصة الضلوعية الشحة المائية الموجودة على عام نهر دجلة وتقليل منسوبة المياه في عام نهر دجلة أثر سلبا على الجداول المرتبطة بهذا النهر ومنها الرصاصة هذا يعني التأثير كان سلبي جدا على المجمعات الواقع على نهر الرصاصي أو رافد الرصاصي الذي تقدم من عام نهر دجلة لدينا تنسيق عالي مع الموارد المائية ومن المتوقع يعني أن يتحسن الوضع في عام نهر دجلة في هذا اليومين تكون إطلاقات على منسوب عالي وراح تتعالج هذه المشكلة أما فيما يخص مشروع الشحة الموجودة بالحي العسكري في مدينة سامراء بصراحة الماء المنتج في مدينة سامراء بالمجمل لا يكفي أهل سامراء يعني مجموع ما ينتج من المشروع الموحد والمجمعات الحي الصناعي والمجمعات الأخرى الموجودة في سامراء هي لا تجاوز 3500 متر مكعب أما هي الحاجة الفعلية على لازم يكون أكثر من 5000 متر مكعب بالساعة هذا يعني القاب الموجود يعني لابد من تعجيل إحالة مشروع ماء سامراء الموحد ساعة 6000 متر مكعب وهذا وصلنا بين مراحل متقدمة جدا صحيح المعانات هي معانات يومية والشحة موجودة في بعض الأحياء الموجودة يعني الجاءتنا على أن نكون نستخدم موضوع المراشنة في بعض الأحياء ورغم أنه يعني لا تسد هذه الأحياء يعني بالكامل بس يعني نقدر نقول عليها حلول آنية وليس على يعني استراتيجية هذا الحلول الآنية إن شاء الله يعني سوف تتحسن وضعها ويكون الرشن إلى أوقات طويلة ويكون وصول الماء إلى أغلب المشتركين في مدينة سامرة منطقة الديوم منطقة الديوم هو تدبدب الكهرباء في يومين الفات يعني وشون يعني يعني يكون التدبدب نشرحها للمواطن يعني المشروع تطفي علي الكهرباء مثلا عشر دقائق أو خمس دقائق ما يلحق الشغلة المولدة جاية في هذا المساء في هذا الوقت يكون يكون إنه يعني أكثر الضغط تبدد من الخطوط الناقلة وهذا الضغط عندما يتبدد بالخطوط الناقلة تأثيراته السلبية تكون بأطراف الشبكة ولهذا وكذلك البرحة كان للقاء مع مدير توزيع كهرباء صلاح الدين مهندس ماروان واتفقنا على أنه تكون استمرارية وفولتية مستقرة لخطوط الطوارئ التابعة لمشاريع الماء في تكريت نجدد من خلال هذا الإطراء من قبلنا إلى مواطنين في محافظ صلاح الدين إن مديرية ماء صلاح الدين جادة بتقديم أفضل الخدمات أفضل الخدمات ليصال الماء الصالح الشرب للمواطنين من خلال تشغيل المشاريع والمجمعات وهذا التشغيل يأتي بمثابرة كوادرنا الفنية والهندسية في عموم المحافظة يشهد القطاع الرياضي وفي طالعته كرة القدم نشاطا ملحوظا في الأوينة الأخيرة بمحافظة صلاح الدين وضمن الدعم المتواصل لكرة القدم اختتمت بقضاء بلد بطولة العز والتحدي الخماسية على ملعب حي الحسين أكد اللاعبون والمقيمون على البطولة وجود اهتمام ودعم للشباب والرياضة ما فتح أفاقا وسعة للتنافس وإظهار المهارة الفردية التفاصيل مع عبدالجبار مهدي شباب مطين يقدم بابة الشكر والامتنان إلى الراعي لهذا الكرنبال الرياضي الجميل اختتمت بطولة العز والتحدي على دي ملعب حي الحسين بين فريق حي الحسين والازدهار ذو اختتمت بلمي شمل جميع الرياضيين وموارسة لعبة كرة القدم باعتبارها اللعبة الأكثر جماهريا في القضاء حضرنا اليوم في هذا الملعب هو تسجيع للرياضيين والرياضة وحثهم على موارسة هذه الرياضة الجميلة أو اللعبة الجميلة ونحن كتربويين نسعى دائما إلى تفعيل هذا الموضوع كدرس الرياضة مهم في تنمية المهارات وتنمية أفراد قادرين على موارسة اللعبة بشكل جيد أوساط شعبية وتربويون أكدوا أن لعبة كرة القدم هي بناء أساس الرياضي ونسعى لدعم الرياضة والعمل مادة الرياضة يوميا في المدارس لبناء جيل شبابي وعن محب للرياضة وبناء جسم السليم نشكر القائمين على بطولة الشباب في قضاء بلد لعبة الخماسي ونشكر الرياضين أيضا حضورهم متابعتهم اليومية للرياضة هذا الملعب يجمعنا بعد كورونا انقطعنا لفترة طويلة بعد كورونا ترين أنت ضرب العالم بأجمع كرياضيين كمدني مواطنين فالحمد الله والشكر الآن نحن رجعنا للرياضة وبدينا نمارس الرياضة والحمد لله ومشكورين جميع الجمهور الحاضر طبعا اليوم عندنا بطولة لعبة نهائية بين فريق الحي الحسين وفريق الازدهار طبعا المباراة في فريق عزاز والجمعية الشوط لو انتهى الفريق الجمعية 2-0 وإن شاء الله نحاول نطور الرياضة ونشكر السجل النار على دعمها لبطولة اليوم يعني شكت النتيجة 2-0 لفريق رياضيون ان كرة القدم هي المتنفس الوحيد للخلاص من ضغوطات الحياة وروتين الأعمال اليومية وان جميع الفيات العمرية في المدينة روتينها اليومي هي كرة القدم مطالبين الدعم للفرق الشعبية والأنديا لصلاح الدين للنهوض بالواقع الرياضي وخروج جيل ورياضية تنفس لعبة كرة القدم لنقل نجاح المحافظة بين المحافظات الأخرى تحت الشعار الرياضة تجمعنا اليوم كرة القدم تخلصنا من متنفس للشاب العراقي للخروج من الضغوطات الحياة الصعبة كرة القدم في العراق تجمعنا وكل أصناف تقتصر على فئة معينة أطفال شباب شياب رواد وما شاء الله نحن شوفنا في قضاء بلد نحن نتنفس من صغيرنا لأكبر واحد منه يعني نمارس كرة القدم مطالب 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 نتمنى الدعم من المحافظة والمحافظة حصنا وخصوصا في تطوير نادينا نادي بلد لأن لدينا شاب لدينا شباب لدينا مواهب في مدينة بلد تستحق أنه تسعد وتوصل إلى وقط العراق إلى خارج العراق لدينا مواهب مظلومة هنا نتمنى إن شاء الله الخير لجميع رياضة كرة القدم رياضة حلوة ومع شوقة الجماهير كل العمار ومفروض من جميع الرياضيين أن ميتر كون الكرة يكون متواصلين تمارين سويدية إذا كان كبير أو يعني تارك ويرجع المهم أنه يتواصل ويه الرياضة إذا كان رياضي أو غير رياضي ليش؟ لأن هي حيوية الجسم تنشط العضلات المفاصل الفكر الصفي فالرياضة هي شيء جيد بالنسبة للإنسان من قضاء بلد عبد الجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية كشف رئيس اللجنة المحلية الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء الطوز شرقي صلاح الدين عن خوض انتخابات مجالس المحافظات ضمن قائمة الحسم الوطني المكونة من 30 مرشحة قال بختيار هجران محمد أن القائمة تضم مرشحا واحدا عن الحزب الديمقراطية وهي تار جلال حميدة لخوض الانتخابات مشيرا إلى أن القائمة في طور إعلان برنامجها الانتخابي في صلاح الدين ويؤسس هذا الإعلان عن عدم اتفاق الأحزاب الكردية على قائمة موحدة في المحافظات خارج السلطة إقليم كردستان ما سيضعف نتائجها وخاصة في نينو وكركوك وفي قواعد فضل اشتباك السياسي والتفرغ لترسيخ مفاهيم السلم الاهلي استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني بطريار كالسيريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فايق جابرو وقال السودان خلال اللقاء أن الحكومة تضع ضمن أهدافها ومسؤولياتها استدامة التقارب والتلاقي الفكري والإنساني بين جميع العراقيين مؤكدا أن سعة التنوع في أطياف الشعب العراقي وتحولها إلى مصدر قوة وانفتاح ثقافية هو ما يعزز تلاحم أبناء هذه البلاد من كل الأطياف ومن جانبه أكد البطريار أن محاولات الفتنة الأخيرة بازدراء الأديان والاعتداء على الكتب السماوية لا تمثل إلا نفرا ضالا ويتوجب على المجتمع الدولي كبح هذه الأصوات السيئة وضمن القراءات السياسية أيضا تشير معلومات أطراف مطلعة إلى أن قرار السوداني بالتخلي عن انتخابات مجالس المحافظات مرتبط بعدم استعجاله لتحقيق قاعدة جماهيرية لاستثمارها بعد نهاية ولايته ولكونه غير راغب بالتنافس في مساحة الجغرافيا الشيعية الحالية ويقول مطلعون أن السوداني مهتم بالجوانب الخدمية أكثر من السياسية في الوقت الحالي وهو ليس على عجلة من أمره بانتظار الانتخابات البرلمانية بقاعدة شعبية رصينة مثل ما لا يريد منح القبول الشعبي رصيدا لجهة سياسية دون غيرها ولتحديد المسئوليات ضمن الإدارة الجديدة أمهل رئيس مجلسة الوزراء محمد الشيع السوداني المتحدثين باسم الوزرات ومدير المكاتب الإعلامية ثلاثة أشهر لتحسين الأداء أو استبدالهم ما يؤشر اهتمام السوداني بتحسين الأداء والتواصل بين الدولة والمواطنين أكد على ضرورة حضور مدير الإعلام أو المتحدث في اجتماعات الوزير ومرافقته في جميع جولاته كي يكون على اطلاع بالعنشطة والمهمات اليومية وبالتالي يعمل على التواصل مع وسائل الإعلامة ووجه بمنح المتحدثين درجات وظيفية واضحة كي يتسنى لهم القيامة بواجباتهم كما هو مطلوب ومرسوم لهم وفي استعادة زمام المبادرات الحكومية أكدت وزارة الموارد المائية مواصلة حملة إزالة التجاوزات وتشفيف البحيرات وردمها لضمان توزيع الحصص المائية بين المحافظات بشكل عادل قبل بدء الموسم الشتوي أشرت الوزارة في بيان إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة في جميع المحافظات وبالأخص منطقتين الإصحاق في صلاح الدين والمداء في بغداد لتقليل الاستهلاكات المائية غير الضرورية أعتبرت الوزارة فترة الانذار التي منحتها لأصحاب البحيرات كافية لبيع الانتاج وردمها مؤكدة تنفيذ نحو 50 عملية إزالة يومية أعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمر خلال مؤتمر أمني موسى عقد في قيادة عمليات الديالة بأن هناك أكثر من 40 ألف عنصر أمني سيقومون بتأمين الطرق الرئيسة من منفذ المنذرية باتجاه العاصمة بغداد لتأمين زوار أربعينية الإمام حسين عليه السلام والمتجهين صوبة كربلة وسيكون استقبال الزائرين بنحو 50 ألف عبر منفذ المنذرية تفاصيل أوفا في السياق هذا التقرير استعدادا لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من منفذ المنذرية الحدودي مع إيران ترأس وزير الداخلية الاتحادي عبدالأمير الشمري مؤتمرا موسعا في قيادة عمليات ديالة مؤكدا على أهمية العمل الأمني المشترك لإنجاح الزيارة وتكثيف الجهود الاستقبارية ومتابعة جميع ما عرض للخطة الأمنية الخاصة بحماية زوار أربعينية الإمام الحسين القاصدين إلى كربلاء المقدسة سوى سيرا على الأقدام أو بالعجلات طبعا محافظة ديالة نحتفر نحن من محافظات الانطلاق اتجاه محافظة كربلاء وباقي العتبات المقدسة الأخرى أهمية تتكمل في وجود منفذ المنذرية اللي راح يدخل به عدد كبير من الزوار من الإيرانيين وكذلك مرور بالمحافظات الأخرى باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية استعرض قائد العمليات الخطة الأمنية وكذلك خطة خدمية وخطة النقل من قبل السيد محافظة ديالة ودعم هذه والخطة الأمنية لغرض انجاحها كذلك الأجزاء الأمنية استعرضها أهم استعداداتها ومعلوماتها استخبارية وتحديثها باتجاه الأيام القادمة الخطة ستشهد انتشار واسع للقطاعات على طول تنقل الزاهرين وكذلك وجود جهد خدمي واضح من قبل المحافظة لتأمين العداد الكبيرة التي تقصد الزيارة هناك محاور عديدة للزوار باتجاه بغداد وسامراء وباقي المحافظات إن شاء الله ستدخل خطة حيز التنفيذ خلال بداية الأسبوع القادم ويكون هناك أكثر من أربعين ألف عنصر أمني في المحافظة من الجيش والشرطة والحجر الشعبي سيساهمون في حماية الزوار تجاه كربراء المقدس المنفذ المنذرية سيكون مفتوح لدخول الزوار توقع يوميا دخول أكثر من خمسين ألف زار وبدوره أكد محافظة يالا مثالة تميمي إجراء كافة الاستعدادات الخدمية لاستقبال الزوار الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي وتقيب كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح الزيارة المليونية في العام الماضي كان عندنا تجربة باستقبال أكثر من مكين وخمسين الجزائر الاستعدادات كانت جيدة الآن نحن ملتزمين بتعليمات وزارة الداخلية العراقية بالنسبة لي قضايا التفويج والأعداد وواجبنا هو تقديم خدمات داخل المنفذ وفرافقت الزائرين من حدود منفذ المنذرية إلى حدود بغداد كل الاستعدادات الخدمية إن شاء الله على مستوى إليق في قيمة هذه الزيارة الدوائر الخدمية في المحافظة تم الاستعداد كما عام الماضي تم الاستعداد لإنجاح هذه الزيارة ومن المؤمل أن تسدق بالمحافظة ديالا قرابة خمسين ألف زائر يوميا ابتداء من بداية الأسبوع المقبل مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعين والتي سيشارك فيها قرابة أربعين ألف عنصر أمنيا لتأمين هذه الزيارة باتجاه مدينة كربل المقدسة عباس محمد قلات صلاح الدين الفضائية وفي ملف يجمع الإيجابيات ونقيضها في العمود الفقري للإدارة والكفاءة أعلنت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب تنفيذ جهاز الأمن الوطني أوامر قبضا بحق كل جهة تعمل على بيع البحوث والأطاريح العلمية وجهة تحذيرا لطلبة الدراسات العليا من سلوك هذا الطريق أقل عضو اللجنة في رأس المسلموي أنه تم إلقاء القبض على مجموعة ممن عملوا على بيع الأطاريح والبحوث العلمية ما نجم عنه إضعاف العملية التعليمية وضرب رصانة التعليم في العراق داعيا طلبت الدراسات العليا إلى الابتعاد عن هكذا طريق لأن التعييرات المقبلة ستعرضهم للاختبار وخسارة حق التعيين في دوائر الدولة وعن الخطوات المتخذة لتحسين منح الشهادات العليا أوضح أن وزارة التعليم عادت إلى التعليمات الأساسية في الامتحان التنافسي خلال العام الجاري وهو تحقيق النجاح شرطا لقبول الطالب في الدراسات العليا انطلقت في اتحاد الصناعات العراقي بالعاصمة بغداد أعمال ملتقى مجلس الأعمال العراقي السعودي مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك الاستراد والتصدير السعودية حيث يتم تلاقح الأفكار والابتكارات وفتح فرص الاستثمار بين البلدين وتعد المملكة السعودية من الدول التي نجحت في مجال الصناعات والاستثمار بعد تحويل الاعتماد في الوردات على قطاعات مختلفة منها السياحة وذلك لتعزيز اقتصادها وتجاوز أي أزمة عالمية قد تصيب قطاع النفط اليوم مقامة هذه الملتقى بين الرجال الأعمال العراقيين اللي دعاهم المجلس الاقتصادي المجلس التنسيق العراقي السعودي مع بنك الصادرات والاستيراد السعودي طبعا هذا البنك عزز بمبلغ مالي للصادرات والاستيراد من العراق احنا صار اتفاق اخر اتفاق بالسعودية كان الاجتماع ان يكون توسع قاعدة المصارف اللي تعمل بهذا وتكون للمواد الاولية اللي العراقي يحتاجها من السعودية ولدينا كثير المواد الاولية والحمد لله نجحنا على شي بسيط بس هي كانت بادرة ان تكون دعم لأخوتنا الصناعيين نعم هناك يجب ان تعزز بمرحلة ثانية مقابير الصادرات احنا صار اتفاق ان يكون الاستيراد اليوم سيد الملحق الاقتصادي ابشرنا بين البضايا العراقية عند الحدود توزع قبل لا توصل للسعودية هذه ستدفع اخوانك الصناعيين تعزز صادراتهم اضافة لدعم الصادرات اللي اخذنا من الحكومة العراقية مبارك للسعودية هذا التطوير بالصناعة ودعمها للصناعة عن طريق البنوك والمصارف بالنسبة للتصدير وبالنسبة للإستيراد وبالنسبة لإنشاء المشاريع السعودية وضعت خطة 2032 بتكون انه اقتصادها اقتصاد مميز لاحظت انت من خلال هذا الموضوع انه السعودية تعتمد على اقتصاد الريعي على وهو تصدير النفط 50% إذن بقية اعتمادها على الإرادات الغير النفطية وهذا جيد ياريت نتعلم من عندهم ياريت ناخذ التجربة والجاهزة كاملة مجرد ناخذها ونطبقها مبارك لهم كنا نتمنى أن تتاح لنا فرصة من أجل ننبين قدرات المصانع العراقية تصدير المصانع العراقية بالمواد عندنا الحمد لله والشكر قدرات وصلنا لأوروبا وسمعت كلكم العالم كل اسمع عندنا تصدير حتى لهم عندنا تصدير هناك بعض المعوقات بالتصدير نتمنى انه من خلال هذا اللقاء انه انزيل هاي المعوقات حتى نقدر نصدر بضايعنا إلى السعودية طبعا هو فرصة كبيرة لرجال الأعمال العراقيين شركات العراقية باعتبار أن السعودية تعتبر بين البلدان المتطورة يعني في مجال الصناعة والاستثمار والمصارف مشاركة هذا الوفد اليوم مع رجال الأعمال العراقيين فرصة كبيرة لشركات العراقية لعق الشراكي استراتيجي مع الشركات السعودية أيضا لتنفيذ وثيقة الإطار السراتيجي بين السعودية والعراق يعتبر مجلس التنسيقي الحكومي العراق السعودي أيضا بوابة كبيرة لدخول الشركات السعودية إلى العراق وإقامة صناعة مشتركة استثمارات مشتركة فأعتقد هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات توفر فرصة كبيرة لكل قطعات العمل في العراق بالمستقبل القديم أهمية الملطق اليوم بساعد في بناء الجسور ما بين التجار العراقيين والتجار السعوديين الجهات المنظمة على المؤتمر والمجلس لعمال العراقي السعودي بلا شك ساهم في بناء هذه الجسور التجار العراقيين أو المستوردين أو المستوردين العراقيين هم بحاجة لدعم تمويلي ودعم تحويل لإتمام صفقاتهم التجارية ما بين العراق والسعودية دور الملطق اليوم ساعد في بناء هذه الجسور اليوم أنا كمصرف أشور بساعدني أني أبني علاقاتي مع بنك التصدير والاستراد السعودي بحيث أنه أي سقوف بتم اعتمادها بساهم في تنمية تجارنا العراقيين أكثر أعمال التجار اللي حاضرين هنا أغلبهم هم يستبردون من الدول المنتجة الأساسية للمادة يعني مثلاً من روسيا ولو روسيا حالياً ماكو كالصين مثلاً منتجة غاباتها أو ألمانيا وأوروبا منتجة غاباتها وكندا وأمريكا تمتلك ثروات وخيرات هذه هي طبيعتها فنحن نستورد منها لكن السعودية للأسف بالمواد الإنشائية فقط تمتلك المواد المصنعة والمواد الصناعية تتوفر بالعراق وهو دول أخرى السعودية رغم تمكنها من الجودة العالية ومعروفة جودتها الجيدة لكن أسعارها قياساً لبعض الدول كتركيا أعلى أسعارها أعلى وغير منافسة وفي ملف طلطقي عنده مختلف قنوات الاستقرار العراقي قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنغالي أن غالبية حبوب الكبتاجون المخدرة تدخل العراق قادمة من لبنان وسوريا مطالباً بتجديد عقوبة المتاجرين بالمخدرات مع بدء البرلمان بمناقشة تعديلات مقترحة لقانون مكافحتها دعا إلى استثمار أموال صندوق مكافحة ومعالجة مدني المخدرات كحوافز للقوات الأمنية وتجديد العقوبات خاصة على المتاجرين والمروجين من خلال العودة إلى عقوبة الإعدام في قضية المخدرات لأن عدم وجود رادع ساهم بانتشارها بشكل كبير جداً لتصل حتى الجيلاتين الخاص بالأطفال تشغل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في الثامن عشر من كانون أول من العام الجاري الشريع العراقي بناخبه ومؤسساته الحكومية والمدنية المعنية بالشأن وضمن الشعور بالمسؤولية وأهمية الحدث أقامت مؤسسة الغدوة بالتعاون مع منتدى نون السياسي بمحافظة نينوى ندوة حوارية حول خارطة استعدادات القوى السياسية لخوض الانتخابات وفي جانب آخر من الندوة شدد المحاضرون والمحاورون على ضرورة توعية وتثقيف المجتمع على المشاركة والإدلاء بالأصوات كونها السبيل الوحيد للتغيير وإزاحة الفاسدين دعينا الجميع إلى الاستفادة من مدة تمديد تحديث سجلات الناخبين لاستلام البطاقة البيومترية قبل انتهاء المهلة النهائية نظم منتدى نون السياسي حلقة رقاشية حول إجراء انتخابات مجالس المحافظات وحول أبرز ملامح المجاركة المجتمعية فعالية القتل السياسية في عرض برامجها الانتخابية كان الحوار يدور حول الوعي المجتمعي وكيفية رفع الوعي المجتمعي في الانتخابات في هذه الحلقة النقاشية وتوصلنا إلى عدة نقاط مهمة لرفع الوعي كذلك ناقشنا برامج الكتل السياسية وكيف سنعرض المرشحين في ندوات وفي مناظرات لإبراز برامجهم ومشاريعهم للمواطنين ومناقشتهم في ذلك خطوة جديدة اليوم نحتاج أن نحن في مقتبل انتخابات مجالس المحافظات على معرفة ودراية كاملة بندوة أو تدريب أو ورشة فعالة معرفة كيفية وما هي الخطة الانتخابية أو البرنامج الانتخابي فشفت بأن هذه الخطوة كل جيدة كون استعدادات القوى السياسية لخوض انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 خطوة كل جيدة استقبلت فيها كثير من الفئات وكثير من الموجودين عدة اختصاصات ضروري بأن نكون على دراية كبيرة بأهمية الاقتراع أو أهمية انتخاب مجالس المحافظات وأيضا اختيار المرشح الموفق في الاختيار واللي راح يكون الصوت إلى اليوم المواطن بحاجة ماسة وبحاجة كبيرة لتغيير حقيقي أنه يختار المرشح ويختار برنامج انتخابي حقيقي صحيح لمسار حياة جديدة لمجتمع جديد ينطلق من مسبة وعي كبيرة في أهمية الاقتراع والله أبرز مخرجات هذه الندوة الندوة كانت من أهم الندوات اللي صارت على أرض محافظة 2 نوا طلعنا بكتلة سياسية ووجوه على الساحة الموصلية نتأمل من المواطنين أنه يحدثون بيومترية هاي التحديث ثمانها رحيل راح يساعد بإخراج النينوة بأحسن صورة كانوا أنه أرض الواقع أنه فقط مليون سبعمية اللي حدثوا يعني باقي مليون مليون عدد مقليل على محافظة نينوة ليش لقضي أنواحي مية بالمية التحديث داخل الموصل التحديث نسبة قليلة جدا نتأمل أنه من الكترة السياسية اللي صارت بمحافظة نينوة الوجوه الجديدة صارت بمحافظة نينوة يقومن هذون بالشارع بالخدمات بالتبليط بالأعمار كمستشفيات كأعمارات كالشقق شوية شوية إن شاء الله تحسن من الوضع الاقتصادي والوضع المعيشتي بداخل محافظة نينوة وإلى الاقتصاد وأرقامه المتغيرة استعرض عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعد ثلاثة أسباب لتلك ألف وثمانمائة مشروع بقطاعات المياه والصحة والصناعة والخدمات الأخرى المعنية بالبنى التحتية وبعد استضافة أغلب المحافظين قال الساعد إن التقاطعات والفساد وعدم وجود رؤية شاملة لحل الإشكاليات التقد جميعها عند تعطيل المشاريع مؤكدا أن حكومة السودان نجحت في استئناف 30% من تلك المشاريع خلال فترة وجيزة وأشار إلى أن صرف موازنة العام الجاري سيعطي دفعة قوية لمئات المشاريع المهمة في المحافظات العراقية والتي توقف بعضها بانتظار دفع مستحقات الشركات والمقاولين مضيفا أن دور حكومة السودان في ملف الخدمات سيبرز بشكل لافت في الأشهر المقبلة وضمن مدايات ريسكوب المعالجات عضل خبير الاقتصادي الأكاديمي نبيل المرسوم استيراد الغاز القطري لرفض محطات الكهرباء بالطاقة في العراق أكثر جدوى من أي خيار آخر خاصة بعد تراكم الضيون لإيران عن استيراد المادة نفسها أعتبع الخبير قوله إن اختيار أي بديل عن الغاز الإيراني يتطلب دراسة للجدوة الفنية والاقتصادية للمعادلة لذلك يأتي الغاز القطري لقرب المسافة وإمكانية إنشاء محطة استقبال الغاز في ميناء أمقصر بالبصرة ولفت إلى أن المسافة بين ميناء أمقصر وميناء حمد الدولية تقدر بنحو 650 كم فيما تصل إلى نحو 1600 كم مع تركمانستان ليكون الأول خياراً مقبولاً بينما الثاني الأكثر تكلفة من حيث إنشاء نبيب أو تكلفة الاستيراد المباشرة أقامت شركة نفذ ذيقار مؤتمرها الإعلامي النفطي الأول لارتقاء بالواقع الإعلامي للشركات العاملة بالمحافظة وخلق فرص شراكة وتعاون مع الوسائل الإعلامية المحلية المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على مقدمته الشركة في جميع المجالات ومنها الخدمات المختلفة لأبناء المحافظة حيث عملت على تحسين الواقع الخدمي وتوفير البنى التحتية والطرق والمستشفيات المختلفة للمناطق المحيطة بالحقود النفطية بالإضافة إلى تقديم الدعم والإسناد أثناء جائحة كورونا في جميع المناطق تتشرف شركة نفذ ذيقار في هذا اليوم بإقامة مؤتمرها الإعلامي الأول للمساهمة للارتقاء بالواقع الإعلامي للشركات النفطية الوطنية العاملة في المحافظة وكذلك لتوفير فرص للتعاون مع المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية الأخرى شركة نفذ ذيقار شركة معطاة في جميع المجالات وقدمت ما قدمت لخدمة أبناء هذه المحافظة من خلال المساهمة من خلال الخدمات الاجتماعية وغيرها بناء مستشيات وتعبير طرق في مناطق حقل الغرافة وغيرها وبناء مستشيات أخيرها وبناء مستشي لأمراض السرطانية في المحافظة ودعم مستشي القلب الأجزاء الطبية يهدف المؤتمر إلى الانفتاح على المؤسسات الإعلامية الوطنية وأيضا يهدف إلى إيصار رسالة إلى المستثمرين في قطاع النفط والغاز والراغبين في العمل في العراق وفي محافظة ذيقار بأن محافظة ذيقار محافظة آمنة للاستثمار في قطاع النفط والغاز التواصل المستمر والقرب المستمر بين وسائل الإعلام والدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية حالة صحية جدا ويمكن أيضا أن تخدم بطريقة أو أخرى المؤسسات الحكومية وسائل الإعلام دائما تبحث عن المعلومة من مصدرها وتبحث التسهيل للوصول إلى هذه المعلومة قطاع النفط قطاع مهم وحساس جدا يحتاج إلى الإعلام الموضوعي المهني الذي يتعامل مع الأرقام في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بين الإعلام وشركة نفط ذيقار طبعا يحتاج إلى تفعيل موضوعة المنافع الاجتماعية وكذلك عوائد البترول دولار من خلال ترجمتها على شكل مشاريع تخدم أبناء محافظة ذيقار هذه المحافظة التي تعاني كثيرا من نقص الخدمات فبالتالي أعتقد هذا الموضوع هو أهم موضوع رئيسي يمكن أن يخلق تعاون بين وسائل الإعلام وأعلام الشركة بعد رفع كلفة المشروع من 18 مليون دولار إلى 57 مليون دولار انطلق العمل التجريبي لمعمل أنابيب البصر لإنتاج أنابيب جي آر بي وبأحجام تتراوح بين 300 حتى 3000 مليمتر وسيسهم المعمل بتأهيل البنى التحتية وسيطرح إنتاجاته قريبا في الأسواق المحلية ويعضى المعمل الأول من نوعه في العراق ومن المعامل الأحدث في العالم كلفة المشروع بالبداية كانت 18 مليون دولار لكن بعد التوسع أصبحت 57 مليون دولار هذا المشروع من المشاريع المهمة يستخدم التقنية اللي أحدث بالعالم هسا إن شاء الله رح يصير مجال شركة توف فبرال إيطالية يشرح لكم على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المعمل هذا المعمل سيمول كل مشاريع البنى التحتية فيه كل العراق الاعتبار هذا المعمل الأول من نوعه في العراق والأحدث من نوعه على مستوى العالم هناك دعم من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومة المحلية في محاولة البصرة وهيئة الاستثمار لإنتاج للمصانع والصناعة الوطنية اليوم مشروع لإنتاج الانابيب الجي عاربي القطر يبدأ من 300 ملم إلى 3000 ملم البدء بالتشغيل التجريبي والناجح إن شاء الله بعد أن تم الاتفاق بين شركة النرجس وشركة توف فبرال على مذكرة تفاهم استيراد المكان وكذلك التشغيل والتدريب الكوادر العراقية وإن شاء الله هذا المصنع سوف يسرع من مشاريعنا البنى التحتية اللي هي نقل المياه الصرف الصحي وكذلك نقل المياه العمطار والخطوط الناقلة لمياه الإسادة إن شاء الله قريبا يبدأ الانتاج في الأسواق المحلية وبعد الدعم المباشر من قبل هيئة استثمار البصرة للصناعة الوطنية مستمرون لكذلك مشاريع مستقبلية لمحافظة البصرة لتشغيل اليد العاطلة وكذلك إسراع بإنجاز مشاريعنا صنعت هالمكانات من خبرات ألمانية وإيطالية وسلوفينيا نعمل جهد كبير لحتى تكون هاي المكانات الموجودة بالعراق بشركة النرجس هي من أكثر المكانات المتطورة بالعالم من ناحية الجودة والتكنولوجيا الموجودة فيها يوم البدء بالتشغيل التجريبي لإنتاج أنابيب جي آربي أقطارها تتراوح من 300 مليم إلى 3000 مليم وطبعا رح يسرع من إنجاز المشاريع البنى التحتية نتعرف مثل هكذا أنابيب هي تدخل في مجال البنى التحتية ولنقل مياه الصف الصحي ونقل مياه الأمطار وكذلك نقل مياه الإسالة البدء بالتشغيل التجريبي ومتبعث إن شاء الله يدخل هذا الأنفوبيلية أسواق المحلية لقرض تسريع وإنجاز مشاريع البنى التحتية طبعا بعدها نتم الاتفاق بين النرجس وتوفيبرا الإيطالية لتشغيل وتدريب الكوادر العراقية وإن شاء الله مستبر للصناعة أي مشاريع إن كانت خدمية أو مشاريع استثمارية لن تنجح لأن تكون هناك صناعة وطنية ومساندة لها كذا مشاريع عادت مرة أخرى مشاهد الخطف والقتل إلى محافظة كاركوك وقد عثر على جثة المغدور حسن جاسم البياتي الأب لخمسة أطفال بعد يومين من اختطافه بسيارته وقد بيّن ذو المغدور ضعف دور الأجهزة الأمنية في البحث عن المختطف مؤكدين أن أبناء عمومته وباقي العشائر هم من عثروا على الجثة مطالبين قيادات الأمن تأمين الطريق الحولي بالمحافظة والكشف عن الجنات وتسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادة ويشار إلى عودة حوادث القتل بكاركوك تزامناً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات التي غابت لسنوات طويلة عن المحافظة ما يثير الشكوك حول وجود جهات تعمل على تأجيج الفتنة وإرباك المشهد السياسي والاجتماعي من أجل مصالح حزبية نحن نشكر كل من يساعدنا بهذا الموضوع هذا الجريم الشنيعة والناشد القوات الأمنية وعلى رأسهم قائد العمليات أنه يطلعون حق ودم هذا المسلم البريء الذي يسعي قدام عائلته فالحقيقة احنا حقيقة الريد أنه هذا الدم المسلم ماذا عدنا تجارب بالحياة أنه دم المسلم ماذا ان شاء الله فكل خير يقدر يساعد قبيل تلبيات ويساعدنا أنه يقدمنا خدمة احنا ان شاء الله ما ننسى فضله تيامناً مع كلام الله سبحانه عز وجل ولا تنسوا الفضله بينكم هذا رجل الريد دم إن شاء الله من الخيرين من القوات الأمنية من العمليات وإن شاء الله إن شاء الله دم ما يروح ربعنا قبيلة البيات والعشائر اللي موجودة هي اللي قد شافت الجثة بالمكان وهي طلعت الجثة ما احترامنا للقوات الأمنية يومين السيارة مذبوبة على طريق أربيل ما حد يقول هاي السيارة شكوا بيها شماكوا بيها لقينا السيارة وراء يومين واليوم الثاني بالليل كل الليل ندور على هذا الحولي اللي هو ما مؤمن هذا طريق الحولي اللي ممدود من تازة إلى ان تصل طريقة سليمانية على أربيل هذا طريق ما مؤمن فنحن كعرب كركوك وخصوصا مقاربة لوقت الانتخابات والبلبلة السياسية التي تحدث بكركوك نطالب الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية بضبط الطريق الحولي المؤدي من تازة إلى شهراو وإلى عرفة وإلى طريقة سليمانية ومنع المتشردين في سياراتهم الوقوف وشروب الخمر على أكتاف الشوارع ونحن لا نعلم ما هم الأشخاص الذين يجلسون هناك هل من المعقول سيارة خطفة ساعة تسعة مساء وساعب الخمسة مشمورة في الطريق بين عرفة والقوات العمليات المتقدمة لحد ساعب الخمسة العصر أين الجهات الأمنية؟ ماذا تفعل؟ هل هي مفقخة؟ هل هي؟ ما هي هذه السيارة التي تجد؟ يعني لا يوجد جهة أمنية تسعة الشناس سيارة المتركة وحين العثور على الجثة نتصل بالجهات الأمنية العمليات النجدة شرطة دوميز شرطة يقول لنا ليس قاطعنا إذا إذا أنت قوات أمنية من هو مسؤول عن المواطن؟ وجثة مرمية وننتظر ثلاث ساعة حتى تصل إلى القوات الأمنية لانتشال الجثة من المكان التي وضعت فيه فنطالب سيادة وزيرة الداخلية ورئيس الوزراء وقائد عمليات كاركوك ومحافظ كاركوك وقائد الشرطة وخصوصا هذه الجريمة البشعة بأن يبحث عن الجاني بأسرع وقت ونحن كقبيلة البيات لدينا خصوصيات إذا الأجهزة الأمنية لم تلبي طلبنا سوف نحن كأبناء عشائر قبيلة البيات نبحث عن الجاني والله كريم وإلى حائة الصد المتقدم في الاستقار والتنمية رفعت القوات الأمنية في محافظة الأنبار حالة التأهب على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة مع تحذيرات من خبراء بمكافحة الإرهاب من الغفلة الاستخبارية التي يراهن عليها الرهابي داعش لإحداث أي خرق في المثلث الحدودي قال مصدر أمنية من القوات الأمنية مصنودة بقوات من الحجر الشعبي عززت من تواجدها في المناطق الصحراوية بقضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا كإجراء احترازي والاستعداد العالي لمجابهة أي تعرض على القطعات العسكرية وشار المصدر الأمني بشكل خاص إلى اعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر من عمليات تسلل من الأراضي السورية باتجاه المناطق الغربية وفي أسياق أشار خبراء الأمم المتحدة عدم تمكن العقوبات المفروضة على التنظيم المتطرف بالقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش بأغلب مناطق الصراع حيث لا يزال الخطر قائما في العراق وسوريا وأشار إلى نجاح داعش بتكييف استراتيجية الاندماج مع السكان المحليين وتوخي الحذر في اختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر محدودة أثناء مرحلة عدد تنظيم صفوفه وتجنيد المزيد من المسلحين من المخيمات والمجتمعات الضعيفة ويحذر الخبراء من خطر ألاف العناصر في المخيمات والمعتقلات تحت ظروف قاسية لكنها توفر أجواء عدد تنشيط عمليات التجنيد خاصة في صفوف ما يسمى أشبال الخلافة الذين يمثلهم أكثر من 20 ألف عراقي وسوري ويحذر مختصون من طريقة تعامل الحكومة العراقية مع ملف إعادة عوائل وأطفال عناصر في تنظيم داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدع دون الاعتماد على أساليب فكرية حديثة للتعامل مع إجيولوجية التنظيم المزروعة في عقولهم داعينا إلى ضرورة إخضاع هذه العوائل لدورات مكثفة وإعادة تأهيلها ومن ثم يصبح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية بعد التأكد من خلو سجلاتهم للمشاركة بأعمال إرهابية أو بدعم تنظيم داعش وفي هذا السياق يقول البحث في مجال الجماعات الإسلامية المتطرفة شهاب الصفار أهمية التعامل مع هذه الشريحة بحذر واعتماد أساليب فكرية حديثة للتعامل مع إجيولوجية التنظيم المزروعة في عقولهم والأخذ بعين الاعتبار احتمالية حصول هجمات انتقامية ضد هذه العوائل من قبل أهل الضحايا الذين فقدوا أو أعدموا على أيد التنظيم استطاعت الطالبة زهراء أحمد من قضاء الزبير بمحافظة البصرة من حظ المركز الأول في قائمة الأوائل للعراق متحدية صعوبات وضعها إذ تعيش في منزل تجاوز مهدد بالإزالة إلا أنها تمكنت من مواصلات الدراسة محققة حلمها في دخول كليات الطب أنا الطالبة زهراء أحمد باهض من محافظة البصرة معدلي 99.86 بدون إضافة مع الإضافة 186 طبعا وصولي لهذا الحلم كان فضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله فضل مدرسيني وأهلي وأهلي من المشجعين اللي من البداية طبعا هذا المعدل ما جاء بالصدفة يعني هذا حلمي من البداية أنه أطلع طب والحمد لله طلعت طب وطلعت الأولى على العراق خلال السادس يعني الحمد لله ما عانيت من يعني من أمور يعني من خلال الدراسة أو أهلي لا الحمد لله يمكن الشيء الواحد اللي عانت منه هو البيت لأنه أنا يعني ما عندي مكان أدرس به وأيضا بيتنا يعني علي إزالة مع ذلك أقول الحمد لله يعني وصلت له هنا الحمد لله والشكر اللي وصلت بنايتنا في هذا المستوى الدراسي رغم الظروف السكنية والظروف المعاشية ورغم أنه بيتهم تجاوز ورغم أنه عليهم إزالة ووصلت بنيتنا إلى هذه المرحلة وحصلت هذا المعدل الجيد أيضا نقدم شكرنا وتقديرنا إلى الكادر التدريسي المدرسة الريان ومسؤولها الأستاذ ثامر وبنيتنا هذا كانت تحقق الحلم ما لهيه بهذا المعدل وإن شاء الله تنقبل على كلية الطب العام ونشكركم جزيلا الشكر حصل الشاب أحمد رحمان الشياء من محافظة واسط على أكثر من 150 شهادة دولية بالفنون القتالية ولقبه أبطال عرب بذات اللعبة ببروسل العراق لتشابه القوي مع بعض حركات بروسل الصيني الأصل أمريكي الجنسية إلى أن الشبيه العراقي لم يحظى بالاهتمام ولا الدعم الحكومي ليضطر لافتتاح مدرسته الخاصة على حسابه الشخصية آملا أن يلاقي من يدعمه لنشر اللعبة وتمكين الناس من الدفاع عن أنفسهم تفاصيل أخرى مع حسن الرسم بروسل العراق لقب أطلق على الشاب أحمد رحمان الشيع بعد مسيرة طويلة وحافلة في عالم الفنون القتالية والدفاع عن النفس توجت بما يزيد على 150 شهادة دولية تلقبت بلقب بروسل العراقي لأن شاركت في بطولة العرب في عام 2006-2007 وانطلق عليه لقب بروسل العراقي لأن كنت قلت جزء من حركات بروسل ومفعم باسم بروسل واسلوب بروسل في القتال دخل أحمد عالم الفنون القتالية عندما كان في الرابعة من عمره ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف عن الخوض في تفاصيل رياضة كانت وما تزال شغفه الوحيد دخلت طريق الفنون والعلم القتاليان من مولد 1984 دخلت في هذه الرياضة في عام 1988 من كان عمري أربع سنوات واتلمذت على يد الأستاذ المسيحي زكريا الملقف زاكان ظل الشر هي قصة تمتزج فيها مشاعر الفخر بمشاعر الحزن على مواهب تنتظر فرصة كي تهاجر لتثبت نفسها بعيدا عن الظروف القاسية والبيئية التي لا تدعم تطوير أي مشروع رياضيا لا طالما حلم فيه أحمد وغيره من المواهب العراقية نعاني من عدم وجود التجهيز وعدم وجود الدعم المادي والمعنوي خصوصا الدعم المادي والمعنوي لأن لا توجد لنا قاعة ولا توجد لنا تجهيز ودائما نخرج إلى البراري ونأدي تماريننا الخاصة بنا وخصوصا هي هذه الرياضة شغفي وحبي لهاي الرياضة أنه خلاني أنه أجي أدرب تايكوندو للعلم أنه ما كو دعم أو جهات معدنية تدعمني ما عدنا مكان نجي نتدرب اضطرين عنه نجي بهذا المكان رغم درجة الحرارة والقاع والخربطة يعني أشوفها زاد أنا حبيت هذا الرياضة واجت عن طريق الصدفة وأتمنى أنه أدخلها بالمدارس وأشجع البنات أنه يجني الداروان لأن بيها دفاع عن النفس وتطوير الذات وبيها هواي أكثر أشياء إيجابية من محافظة واسطة حسن الرسام قناة صلاح الدين الفضائية ولأن خبز العراق يغزر كما يقول المثل العراقي لاحظ متابعون في الآونات الأخيرة زيادة الإيرانيين العاملين في العراق وبمختلف التخصصات في رحلة ذهاب وإياب يومية لنحو ساعة من الأهواز للبصرة تقارير مختصة توضح أن القائمة تشمل أخصائي التجميل إلى السباك والصباغ فالجميع يراهن على الفرص الكبيرة في العراق وارتفاع معضلات الدخل وأيضا فارق سعر الدولار بينما لا تقف اللغة عائقا وبينما كان العراقيون من الجنسين يتجهون إلى إيران لإجراء عمليات التجميل اختار البعض الطريقة العكسية لنقل الخبرة للعراق لمزاحمة الروسي والأتراك الذين سيطروا على هذا السوق المهم بينما ينتظر إيرانيون ومنهم سعيدة المتخصصة بالوشوم والمكياج فرصة في السوق الجديد تتابعون في نشرتنا بعد فاصل قصير فرنسا تؤكد على حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كردستان ومطاعم في السليمانية تستثمر أسماء الشخصيات البارزة في جذب زبائنها واشتداد القتال على طول خط المواجهة الشمالي الشرقي في أوكرانيا ومقتل اثنين وسبعين شخصا على الأقل جراء الفيضانات في هملايا الهندية ومع تقدم حرائق الغباد السلطات الكندية تأمر بإخلاء مدينة في شمالي البلاد إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى العراق جوني كريستوف على حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كردستان خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بحف الجانبان آخر مستجدات وتطورات الوضع العراقي والمشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مع التجديد على ضرورة حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كردستان على أساس الاتفاقات المبرمة وتحت سقف الدستورة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والتأكيد على ضرورة إنهاء حملات التغيير الديمغرافي في تلك المناطق تستثمر الكثير من المطاعم والمقاهف السليمانية أسماء الشخصيات التاريخية والأماكن البارزة في تسمية أماكنها وذلك لكسب الزبائن لها مطعم ضيوف مولوي أحد المطاعم الذي استثمر اسم الشاعر الكردي عبد الرحمن المولوي لكسب زبائنه من داخل وخارج السليمانية من خلال الدكورات الفلكلورية للمطعم والأكلات الشعبية التي يقدمها لزبائن عباس محمد والتفاصيل لافيتة هي أسماء بعض المطاعم والمقاهي في السليمانية التي استعارت أسماء قديمة لأماكن رسخت في أذهان الناس لتجديد شبابها وجذب الزبائن من عنوينها فإذا مررت في شوارع السليمانية اليوم ستطالعك سلسلة من أسماء المطاعم والمقاهي التي تقفز أمام عينيك من النظرة الأولى حاولنا الدخول إلى إحدى المطاعم في شارع مولوي وسط السليمانية فكان اسمه مطعم ميواني مولوي أي مطعم ضيوف مولوي وهو مطعم حديث يعمل على طراز فلكلوري من حيث الديكورات ونوعية الطعام الذي يقدمه لزبائنه من أهل المحافظة وزوارها فبمجرد دخولك إليه يعود بك الزمن إلى الماضي القديم المقترن باسم الشاعر الكبير عبد الرحمن المولوي أهلا وسهلا بكم مطعم ميواني مولوي شارع مولوي السليمانية طبعا المطعم جديد وعلى التراث القديم يعني مستوينا احنا نحب نحافظ على التراث القديم يعني على المطاعم القديم هيش انا هيش منظر وعلى هيش الأكل الطيب ما شاء الله و etcetera أسطوات أكله طيب ونساء طيبة وما شاء الله ازدحام يعني أحنا هذا المطعم فتحناه على مود هذا الشارع مابي يعني مابي مطاعم هيش غانة فهذا أو المطعم ما شاء الله تراث قديم احنا نحافظ إن شاء الله ومنذ سبعة أشهر وضعنا تصميم فيلكلورية تناسب مع اسم الشاعر الكردي الكبير المولوي لما لهذا الاسم من جاذبية لدى أهالي السليمانية وسياحها فنحن نقوم بتقديم الأكلات الفلكلورية الكردية والعربية القديمة التي لا تجدها إلا في بعض البيوت وفي هذا المكان هناك أجواء فيلكلورية هي الأخرى جاذبة للزبائن مطعم ضيوف مولوي أنشئ على الطراز القديم يقدم أشهر أكلات الكردية والعربية الفلكلورية القديمة بشكل حضاري فهو قبلة للسياح السليمانية بصورة مستمرة بداية حديثي أحب أن أسلم عليكم ورحب بكم وإن شاء الله إحنا جئنا للسليمانية فلجئنا الأجواء كل شراخية وكل جميلة وتعرف مدينة السليمانية تضم كل القوميات العرب والأكراد والمسيح فشفنا هذا المطعم من أجمل المطاعم في السليمانية من حيث الديكورات من حيث الأجواء الراقية من حيث النظافة وأرقى شيء بالمطعم صاحب المطعم يجي بنفسته يفتش على النظافة يشوف يشوف ناقص المطعم ناقص يعني أنا هذا الرابع يوم أتغذب المطعم رابع يوم على التوادي والمطعم يعني مكانه كلش حلو مكانه راقي الفلكلور ماته كلش راقي يعني كلش رايع وأنا يعني أتمنى المطاعم بسليمانية وبأربيد أو بغداد أصير مثلي ولم تختلف أسعار الأكلة الشعبية في هذا المطعم عن أسعار بقية المطاعم التي تقدم أطباق المختلفة من الطعام بل تعتبر مناسبة جدا مقارنة بمطاعم أخرى تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة منها نحو 25 ألف دينار عراقي أو أكثر عباس محمد قناة صلاح الدين الفضائية قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون أن روسيا صعدت المعارك في منطقة الإيمان وأن وحدات قذائف المورتر تونشار بشكل مستمر لصد تقدم موسكو معلنين عن استخدامهم معلومات استخبارية جمعت بواسطة طائرات من دون طيار لضرب المواقع الروسية كانت قوات لواء الدفاع الإقليمي قد استهدفت مئة موقع روسي وسط تكثيف جديد لعمليات القوات الروسية في الاتجاه الشمالي الشرقي لأوكرانيا أعرب المسؤولون الأكراريون عن قلقهم من إمكانية نفاذ قذائفهم بسرعة رغم تأكيدهم أن لديهم ما يكفي من الأسلحة للحفاظ على زخم القتال أفاد مسؤولون في الحكومة الهندية بأن هطول الأمطار على مدى أيام في منطقة الهملاية الهندية أودى بحياة 72 شخصا على الأقل هذا الأسبوع تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة غمرت الطرق جرفت المباني يصعى رجال الإنقاذ في ولاية همشال برادش الجبالية لمساعدة الأشخاص المحاصرين تحت الوحل والحطام على الرغم من ظروف الجوية الصعبة في حين أكد خبراء محليون أن السبب خلف الكارثة الحالية هو البناء بدون تخطيطه في هذه المنطقة المعرضة للخطر أمرت السلطات الكندية سكان ييلو نايف إحدى أكبر المدن في أقصى شمالية البلاد بالمسارع إلى خلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع وأمر شاين تومسون وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة مغادرتها بحلول ظهر الجمعة مشيرا إلى أن طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب كما تم ترتيب رحلات جوية تجارية وعسكرية وأعلنت مدينة ييلو نايف حالة الطوارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن يتم توسع نطاقها لاحقا في المناطق الشمالية الشاسعة في الختام تذكير بأبرز العنوين الهلوب يبحث مع السلطان الملفات العليقة للسجناء السياسيين ويشدد على أن يأخذ المرور دوره في إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين السوداني يرحب بمؤتمر المسيحيين العالمي في العراق وبرلمانيون يؤكدون انشغاله بالبرنامج الحكومي أكثر من صراع النفوذ الشيعي حملة ردم بحيرات الأسماك متواصلة من صلاح الدين إلى بابل وأوامر قبض وتحذيرات للطلبة من ظاهرة بيع البحوث والأطالح العلمية خبراء دوليون يحذرون من الغفلة الاستخبارية ضد داعش ومن التجميل إلى السباكة المهارات الإيرانية تغزو السوق العراقية نهاية نشرة شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة